لنفهم أكثر كيف يمكن أن تكون هذه العلاقة مع الناتو والولايات المتحدة الأمريكية على أبواب الانتخابات هذا من واشنطن عبر زوم الجنرال ماركاميت المساعد العسكري السابق للقائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي أهلا وسهلا بك سيد الجنرال ساعدين بأن تكون معنا في سباق القمة طبعا معروف اليوم أن الناتو جرب ترامب ولم تكن التجربة سهلة ولا جميلة إذا صح التعبير هل تعتقد اليوم أن هذه السياسات الشك الذي كان يتعامل به الرئيس ترامب في إدارته مع الناتو وعدم تقدير أهميته كما يبدو في معظم أحاديثه هل تعتقد بأنها ستستمر أم اليوم الوضع مختلف لدينا الحر في أوكرانيا لدينا تحرك روسي كبير كلا أعتقد أنه يجب أن نضع الأمور في سياقها كالعادة السيد ترامب هو رجل أعمال فدخل وقال لماذا على الولايات المتحدة أن تدفق هذا الكم من الأموال للدفاع عن أوروبا إذا كان الأوروبيون لا يدفعون ثمن الدفاع عن أنفسهم وبالتالي رأى أنها صفقة خاسرة كرجل أعمال حقيقة كل رئيس أمريكي منذ تأسيس الناتو اشتكى من كون أن الحلفاء الأوروبيين لا يستوفون معايير الناتو التي كانت ثلاثة في المائة من الانفاق من إجمال الناتج المحلي واليوم أصبحت اثنين في المائة رئيس ترامب اشتكى بدوره من هذا الموضوع وقال بوضوح إذا لم تدفعوا ما هو عليكم لماذا على الولايات المتحدة أن تدفع ما عليها من ناحية إجمال الناتج المحلي نقصد من أجل الانفاق هذا الدفاع بشكل عام ولكن إذا ما نظرنا إلى الوضع اليوم في الواقع أكثرية الدول تدفع وتلتزم بصقف الاثنين في المائة المطلوب لذلك أتوقع أن الرئيس ترامب سوف يأتي ويقول وهو محق أنا الشخص الذي دفع هذه الدول لتدفع مستحقاتها وهذا سيدفع بالرئيس ترامب اليوم إلى تقبل طبعا الناتو باختلاف المقاربة يعني سياتي الجنة هل تعتقد بأن هذا القلق اليوم الذي يسري بين أعضاء الناتو إنما كان الرئيس ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لا داعي له بالفعل لا داعي له أبدا أنا أرى أن البعض حاول القول بأن الرئيس ترامب سوف يخرجنا من الناتو أو يسحب الولايات المتحدة من الناتو هذا احتمال موجود ولكنه صغير جدا ولكن ما أقوله لأعضاء الناتو هو التالي ادفعوا 2% من إجمالي ناتج المحلي الخاص بكم على النفقات الدفاعية ولن يكون لديكم أي مشاكل مع الرئيس ترامب هو رجل أعمال لا يحب الغش وظن في مرحلة معينة أن الأمريكيين يجبرون على دفع ثمن الدفاع عن أوروبا ولكن إذا ما عاد الرئيس ترامب والدول ملتزمة بنسبة الـ 2% المطلوبة الرئيس ترامب سوف يكون رئيسا رائعا للتعامل معه طيب إذا ما أخذنا القضايا الأساسية اليوم على الطاولة في العلاقة مع الناتو طبعا العلاقة مع روسيا هي في أولوية الأسئلة التي لا بد أن نفهمها كيف سيتم التعامل معها إذا ما كان ترامب رئيسا وبالتالي ماذا عن المساعدات أيضا لأوكرانيا وطبيعة الدعم الأمريكي لأوكرانيا العسكري وسياسي نعم هذا سؤال ممتاز أول أمر يجب أن نصححه لدى الجميع هو أن الناتو غير منخرط في الحرب في أوكرانيا الدول الأوروبية منخرطة في الحرب ولكن ليس هناك مهمة مشتركة للناتو هنا لديك مجموعة من الدول أو ائتلاف من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من يدير هذه الجهود ليس حلف شمال الأطلسي ليس الناتو بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته وهو سؤال مناسب جدا كيف ستكون العلاقة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين والرئيس زيلانسكي أعتقد أن الرئيس ترامب قد عبر عن مخاوفه من أن الحرب في أوكرانيا هي غير ضرورية هي مكلفة جدا كلفت جدا وأنه يجب أن يكون هناك سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا بدل الاستمرار في هذه الحرب التي استمرت لسنوات ولا يبدو أنها سوف تنتهي في أي وقت قريب لذلك أعتقد أن السيد ترامب سوف يتدخل ليجبر بوتين وزيلانسكي على الاتفاق من أجل إنهاء هذه الحرب وسيكون هذا أمرا جيدا لأن هذه الحرب طال أمدها تسببت بتدمير الكثير من المدن بقتل الكثير من المدنيين ولا أي طرف من الطرفين يتقدم بشكل واضح لذلك الحل الأمثل هو إنهاء هذه الحرب بشكل يناسب الطرفين طبعا هل لديك تصور ولو سريع ماذا يمكن أن يكون هذا الحل يعني هل سيكون على حساب أراضي أوكرانية تبقى بيد الجانب الروسي وقع الحال هو إن منطقة الدونباس محتلة من قبل الروس منذ سنوات ليس فقط عسكريا بل أيضا ثقافيا هذه المنطقة فيها مواطنين يتحدثون باللغة الروسية وبالتالي نعم أعتقد أن فكرة إعادة القرم مثلا شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا ليست فكرة يمكن تصديقها نفس الشيء قد ينطبق على الدونباس قد تتحول إلى منطقة خالية من السلاح هل تعتقد أنه ترامب يمكن أن يتوصل لتعهدات من دول أوروبية بعدم الانضمام إلى الناتو وهو مطلب بوتين أنت تسألين هل ستصبح أوكرانيا عدو في الناتو وأعتقد أنه من أجل أن تصبح الدولة عدو في الناتو يجب أن تتفق كل الدول الأعضاء على ذلك ويمكن لدولة واحدة أن تمنع أوكرانيا من الانضمام وأعتقد أن هناك على الأقل أربع أو خمس دول لن توافق على هذا الأمر وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة ستحال من دون تدخل من أمريكا كل الشكر لك الجنرال مار كامت المساعد العسكري السابق للقائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي حدثان واشنطن شكرا لمشاركتك ترجمة نانسي قنقر